السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير. اليهاردة هعمل معيكم ميني بيزة. حاجة كده اللانش بوكس الولاد. آآ سهلة وبسيطة وبتبقى حلوة ومغزية كده معاهم الصبح في اللانش بوكس. بصوا الميني بتاعتنا سواها كويس جدا. آآ الحشوة لازق هي عليها. ما بتقعش ولا حاجة عشان اللي بيشتكوا من ان الحشوة بتقع من على البيزة. لأ. آآ طريقة جدا. آآ حجمها معقول. يعني تقدر يتدي الولاد آآ الصبح معهم تلاتة اربعة كده. آآ حلوة جدا. طريقة سهلة وبسيطة. وحتستسليها وحتعملها لولاد وحتفرحوا بيها جدا واحلى. وانضف من اللي بيجبوها من الافرون. انا هشتغل النهاردة على نص كيلو من الدقيق. آآ هحط على نص كيلو الدقيق معلقة كبيرة من السكر معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. وكمان معلقة من اللبن البودر تقدر تستغني عن اللبن البودر آآ وتحطي آآ لبن حليب لو عندك آآ بدل منه آآ ميكس مع الميا يعني اللي هناجم بها. ومعي معلقة صغيرة من الزعتر ومعلقة صغيرة من البيكن بودر معلقة صغيرة من الخل وآآ معلقة صغيرة من الملح وكمان معلقتين من الزيت بس مش هحطوهم دلوقتي. هعجل بكباية ونص من المية الضفية. بس آآ الاول بقلب كل المواد الجافة بتاعتي. وقلت لك لو مش عايزة تحطي حليق آآ لبن بودر هتحطي مسلا كباية ونص آآ نص نصها مية ونصها آآ حليب آآ سائل. تمام? عجلت كده آآ بدأت اقلب كده المأزير بتاعتي كلها. وحنزل بالمية كوباية ونص المية. حبة حبة لغاية ما العجينة تلم معي. آآ بعجن في العجين مدة خمس دقايق آآ ست دقايق. لو هتعجيني على ايدك هتقدري تعجيني العجينة دي آآ مش اقل من آآ ثمان دقايق. كل ما تعجينيها اكتر تعمل عرق معاكي وتبقى احسن. بعد ما لمت على بعضها هبدأ انزل بمعلقتين ازي? هحس ان هي اتقطعت كده ومن بعضها هسيبها آآ تتعجل دقيقتين. هلاقيها لمت تاني. تمام? آآ هبدأ انزل بها بقى كده على المفرش العجن بتاعي. بصوا هي عجينة بتلزق ازيه? عجينها كده آآ حوالي آآ دقيقة كمان ألمها على بعضها كده زي ما شايفين وانا عايزيها تكون بتلزق كده. مش هرش حتى على مفرش العجن. آآ دي كتير علشان ما تجمدش او ما تمسكش معايا. انا عايزيها تفضل تلزق. كل ما العجينة آآ في المعجينة تكون عجينة مفتوحة بمعنى ان هي عجينة بتلزق كده في الايد. كل ما المعجنات بتاعتك بتطلع آآ قطرة ونتجتها افضل. تمام? آآ خلوني افكركم لو اول مرة تشوفوا آآ فيديو من فيديوهاتي انا غدا زين. آآ ياريت تشتركوا آآ في القناة وتفعلوا زر الجرس عالكل عشان يوصلكوا كل جديد مني. شايفين عجينة بتاعتنا بقيت ستريتش ونعمة كده وليها مطة. هبدأ بقى قدين البولة بتاعتي آآ نقطتين تلاتة زيت كده وحتيب العجينة بتاعتي آآ تخمر حوالي من نص ساعة لساعة لحد ما تتضعف حجمها آآ وحتشوفوا حجمها هيبقى عاملة زي. وهغطيها كده بآآ كيس تلاجة او ستريتش اي ان كان اللي عندك وحط عليها فوتا آآ نضيفة وحسيبها آآ على رخامة المطبخ كده على بان ما تتضعف. في الوقت ده هبدأ اعمل الصوص بتاعي آآ هحط كده معلقتين من الزيت وكمان معايا آآ نص معلقة كده او رمع معلقة من التوم المفروم آآ انا هخلي التوم بس يصفر آآ مش عايزة آآ ولا ياخد لون ولا اي حاجة. مجرد ما راحته تطلع هنزل عليه كده بشوية مية وححط معلقتين كبار من الصلصة. حطيت المية لان آآ انا حطة آآ صلصة طماطم جاهزة اللي هي المعجون صلصة الطماطم. لان بتجي لون آآ اكتر. وهحط نص المعلقة من كل حاجة بقى. هحط آآ ملح. فلفل اسويت بابريكا زعتر. وكمان معلقة صغيرة من السكر ومعلقة صغيرة من الخل. او معلقتين صغيرين من الخل. وهسيبها بقى تسبك على النور. هنا بقى كانت العجينة بتاعتي خمرت زي ما انتم شايفين كده. هبدأ قلمها بقى. علشان اشتغل فيها. حرش راشة صغيرة كده من الدقيق. وهنزل بالعجينة بتاعتي. هبدأ بقى قلم العجينة بتاعتي كده. وهسيبها الجزئين علشان آآ اعرف افردها. يعني افردها على جزئين. مش على جزء بقى عشان ما تبقاش العجينة كبيرة معايا. وانا شغالة فيها. هشتغل في الجزء الجزء التاني هحطه آآ في طبق واغطيه كده برضو بالكيس البلاستيك علشان يكمل خمر. معايا حشوة ما زيت ما انتم شايفين كده صدقه بسترمة وزاتون ومعايا آآ جبنا مزاريلا جبنا شيدر. فلفل آآ طماطم آآ كله انا مخرطه. هشتغل معاكم الجزء الاول من العجينة. انت طبعا هتعملي نصف كيلو كله. وتحتفظ به في الفريزر يعني الكمية اللي انت هتطلعيها دي. ده بتحطي الولاد كل يوم مسلا لكل واحد تلاتة اربعة معايا في لانشو بوكس بتاعه. الباقي هعمل في ايه? بمجرد ما هطلعهم الفرن وحيبرد. هبدأ آآ اشيله في اطباق فايل واغلفه بستريتش او بكيس تلاجة وحطه في الفريزر. وهطلعوا الصبح قبل ما الولاد يروحوا المدرسة وحبدأ احطونهم في الانشو بوكس بتاعهم. تمام? هنا انا بقى فردتها بسمكة حوالي نص سنتي. وحبدأ قطعها كده باي قطعها بقى عندي انا هنا عملت بالكوبية. تمام? طريقتها سهلة وبسيطة وبتطلع كمية كبيرة. هبدأ بقى اخد كده وبرش تفسوج يكون مدهون دهنة من الزيت. تمام? آآ حابة تحطي آآ ورق زبدة هتحطي بس هتديني برضو ورق الزبدة من فوق زيت. والعجينة بقى اللي تلمت هبدأ عجينة كده وافردها تاني وقطع تاني. لغاية ما خلص كمية العجين اللي عندي كله. طريقتها سهلة وبسيطة وسريع. والولاد بيحبوها. حتى آآ يعني انت ما بتروحي الفرن تشتري الفين وتلاقي الولاد تمان لي يشبطوا في الميني بيزة دي. آآ وبتبقى الطبق غالي وغير كده مش حلوة زي اللي احنا بنعملوها في البيت. وكمان تنفع في السيف آآ تعمليها لو انت رح مع ولادك النادي او خارجة معاهم بتبقى حلوة قوي. هنا بقى آآ دي كمية هاي اللي عملها لي النصف آآ كمية العجين اللي انا عجنته تمام? هبدأ بقى كده آآ ادهنها من السلسة اللي انا عملتها. السلسة دي آآ تعمها مميز قوي آآ عن السريعة اللي احنا بنعملوها مسلا بكاتشا بو شوية زعتر ومالح وفلفلس ودوتون بودر وبصل بودر. دي تعمها احلى يعني جربي السلسة دي هتعجبك اكتر. هحط بقى هبدأ ارسط كده الحشوة بتاعتي صدق بسترمة آآ فلفل تماطن زتون زي ما قلتلكم آآ وممكن اي حشوة عندك انت ممكن تعمليها يعني عندك مفروم ممكن تحطي آآ ما عنديكش بسترمة وكلام من ده ممكن تكتفي تكتفي بجبن بس ممكن تكتفي بخضار بس حسب رغبتك وحسب ولادك بيحبه ايه. تمام? لو نسيت تحطي لايك يا ريت تحطي لايك للفيديو اللايك بيرفع جدا من الفيديو بيكتر انت شعره آآ فيا ريت يعني تحطي لايك للفيديو كومنت يبقى اللي قد ايه الوصفات بتاعتي بتاعجبك ولو اول مرة تشوفون ياريت تشتركوا في القناة فعلوا زر الجرس عشان كل ما نزل وصفة يجي لكم اشعار بيها. انا للأسف شديد بلاقي مشاهدات كتير على الفيديوهات ولكن مشاهدات جاية من ناس مش مش مشتركين في القناة. آآ طيب ليه يعني اشتركوا في القناة عشان القناة تكبر بيكم. بصوا بقى حطيت شيدر بعد ما حطيت الحشوة حطيت شيدر وبعدين حطيت موزاريلا. بعد ما بحط الموزاريلا ببدأ اضغط في نصها كده في نص البتزاية على الحشوة شايفين ازاي علشان اثبت الحشوة على على البتزا وفي نفس الوقت البتزاية تبقى من الاحرف عالية شوية عام من النص عشان ما تخش الفرن وتستوي ما تقومش قبة كده عاملة زي الهرم فالحشوة تقع منها. انما بالطريقة دي انا ما باضغطش على حروف باضغط في النص بس في مكان ما لا حطى الحشوة. دخلتها على فرن بقى متسخن على درجة 200 درجة او 180 حسب قوة الفرن بتاعك على الشبكة اللي في النص قعدت بالزبط اه من 10 دقيق ل 15 دقيقة. وتلعت بشكل جميل اللي انت شايفينه دا. الكمية دي كلها دي تقريبا نص الكمية اللي تلعتلي من نص كيلو الديق بتاعي. بصوا انا كنت مقطعار فايع ولكن بصوا بقى اختمرت وبقت جميلة زي. بعد ما بنحط الحشوة بسيبها 10 دقايق قبل ما ببدأ اسويها. يعني بسيبها 10 دقايق كده بترجع تختمر تاني قبل ما ببدأ اسويها. بصوا طريقة جدا بصوا طرويتها عاملة زي وكانت تحفة جدا. الحشوة ما بتقعش من عليها ولا اي حقيقة عشان لما تديها الولاد في لانش بوكس. ما يشتكوش من ان الحشوة وقعت منهم في لانش بوكس. اعملي حركة ان انت تحطي الحشوة وتضغطي على نصها هتثبت معيك الحشوة كويس جدا. بالنسبة للمقادير هسيبها لكم كلها في صندوق الوصف بالتفصيل. ده كان فيديو بتاعنا النهاردة. يا ربي كل فيديو كان خفيف وكان مفيد بالنسبة لكم. شكرا لكم.